لا يقتصر دور كاتدرائية سانتا سوفيا في روما على القدسات واللتورجية الكاثوليكية إنما تحولت بفعل السنوات إلى منطقا خاص بالأوكرانيين حيث يجتمعون كل أحد للاحتفال بالقداس الإلهي والاجتماع سويا للتحادث والمشاركة في النشاطات المختلفة التي ينظمونها بالتعاون مع الرعية وتعتبر كاتدرائية سانتا سوفيا أحدى الكنائس الكاثوليكية الأوكرانية الثلاث في روما التي تجذب أبناء الجالية إليها كل يوم أحد ليجتمعوا مع بعضهم البعض ويتذكر خادم رعية سانتا سوفيا الأب ماركو سماهن أنه مع قدوم الأوكرانيين إلى روما في تسعينيات القرن الماضي كانت كاتدرائية قدسة سوفيا تقدم المساعدات لهم وتعمل على توفير فرص العمل لهم أينما تواجدوا ولكن اليوم ما من داعي لهذه المساعدات إنما تحولت الكاتدرائية إلى منطقا للتحاور مع الله ومع بعضهم البعض يبدأ القداس الإلهي في تمام الساعة العاشرة صباحا ويستمر مدة ساعة ونصف الساعة وبعد الانتهاء ينتقل الجميع إلى سانون كاتدرائية حيث يجلسون مع بعضهم ويمضون الوقت سويا أحيانا حتى المساء كما أن الكاتدرائية قد خصصت مدرسة للأطفال يوم الأحد تحرص من خلالها على تعليمهم التاريخ الأوكراني والتراث والحضارة واللغة تأسست كاتدرائية قدسة سوفيا في روما في الأساس لتكون حاضنة وجامعة لجميع من تشتتوا في أرجاء العالم وفق ما واصفها الرئيس السابق للكنيسة الكاثوليكية الأوكرانية جوزيب سليبي الذي قدم إلى روما في العام 1963 بعد أن احتجز من قبل سلطات الاتحاد السوفيتي حينها مدة 18 سنة واختار أن يصمم الكاتدرائية في روما بأسلوب مشابه تماما لكاتدرائية القديسة سوفيا في العاصمة الأوكرانية ترجمة نانسي قنقر